بشار الأسد يبدو في عزلة متزايدة خصوصا بعد أن استدعت الرياض سفيرها في دمشق للتشاور وطالبت النظام السوري بوقف العنف الممارس ضد المحتجين دعوة تأتي متزامنة مع ضغوط دولية كثيفة إلا أن ذلك لم يوقف القمعة في سوريا فالعديد من الأشرط التي لم يتم التأكد من صحتها انتشرت مؤخرا على مواقع المشاركة لتشهد على تدخل الجيش في مدينة دير الزور شمالي شرقي دمشق صور تظهر المدرعات والآليات المتمركزة في المدينة أشيطة أخرى تسمح بسماع أصوات النيران في العديد من أحياء دير الزور والقوات الموالية للنظام لا تتردد في إطلاق النار على الحشود كما نرى في هذا الشريط الذي ارتقط الأحد في إدلب صور تظهر التوتر الذي يسيطر حاليا في البلاد إلا أن هذا الوضع لا يمنع المعارضين من مواصلة تحركهم والدعوة لإسقاط نظام بشار الأسد عشرات الأشرط المصورة المنتشرة على الويب تشهد على التجمعات شبه اليومية التي تنظم في العديد من المدن والمعارضون يحظون بدعم مجموعة قراصنة الويب أنونيموس التي قرصنت نهار الأحد موقع وزارة الدفاع وبعثت برسالة تضامن إلى الشعب السوري